الأحزاب الليبية تبحث عن مخرج لأزمة الانسداد السياسي لتسريع البصول إلى قاعدة دستورية تمهد الطريقة لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد. المجلس الرئاسي الليبي اجتمع بعدد من الأحزاب السياسية في العاصمة الترابلس لمناقشة آخر مستجدات الوضع الداخلي، خاصة ما تعلق بحالة الجمود السياسي نتيجة تعثر جهود التوصل إلى توفق سياسي بشأن القاعدة الدستورية. التشكيلات المجتمعات دعت المجلس الرئاسي لتحمل مسؤولياته تجاه الدولة الليبية عبر تسريع تنظيم انتخابات تحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء مؤسسات شرعية تحتكم إلى صناديق الاقتراع. الاجتماع الذي ترأسه النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني نقش أيضا العودة إلى نظام المحافظات لإبعاد السلطة المركزية في العاصمة الترابلس عن الصراعات التي تشهدها منذ قرابة عشر سنوات، بعدما تحولت إلى فريسة للطامعين في السلطة. تحرك السياسيين الليبيين خلال الأوينة الأخيرة لحلحلة الركود الحاصل في البلاد يتزامن مع تزايد الاهتمام الدولي بالملف الليبي في سبيل وقف عبث بعض الأطراف الداخلية التي تناور للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح. عودة الاستقرار إلى ليبيا مرهون بحصول توافق حول قاعدة دستورية باتت عقبة رئيسية أمام تنظيم الانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها.